على ذكر الاتحاد الأفريقي برضو يمكن جريد تلمسى قالت الخطيب يطالب بتحكيم عادل في نهائي أفريقيا ورئيس الآلي أرسل إلى الكاف لتعيين طاقي مميز ونزيه كلام كتير تقالع على مستوى التحكيم في أفريقيا وشفنا الاتحاد الأفريقي هو نفسه أكم من مرة شطب حكام فاسدين أكم من مرة تم الإعلان عن حكام مرتشين وبيتطهر الكاف بيتطهر وده مش عيب يمكن من الشجاعة ومن الجرأة أنه بيعلن عن الفسدين اللي عنده وبيبترهم وشفنا النادي الأهلي كام حكم تم عزله وشطبه وحبسه اكتشفنا أنه تورط قبل كده في إهدار أو ضياع بطولة من الأهلي ألقاب واضحة وصريحة فالمسة بتشير إلى تركيز النادي الأهلي في المطالبة فقط بتحكيم عادل ونزيه أنا مش عايز إلى ناس محترمة أنا مش عايز إلى تحكيم عادل أنا مش عايز إلى حقي بقول لمؤسسة الكاف بصوا بعين كويسة بقول ده تحكيم مؤثر جدا في عنصر من عناصر اللعبة وقالت كمان الخطيب يبحث مضاعفة المكافآت لخمسمائة ألف جنيه لكل لعب للفوس بأفريقيا وأيضا الأهلي طوارئ من أول يوم اللي درها ترصد مئة وخمسين ألف جنيه لكل لعب من أجل استعادة اللقب كلام مهم وبطولة أفريقيا مش بالفلوس مؤكد أنه ماشاء الله البطولة عوائدها كبيرة جدا البطل بيحصل على اتنين ونص مليون دولار بيتآهل لبطولة العالم للأندية فيها مجد فيها عوائد مالية كبيرة جدا فيها ارتفاع في القيم التسويقية للنادي فيها حضور في محفل عالمي كبير كل ديت مزايا مؤكد أن الأهلي لا يبخل أبدا على لعبته ومؤكد أنه حتى لوائح أو لائحة المكافئات ربما كانت أعلى من كده كمان بس لعبته الأهلي بتدور على مجد بتدور على أنها تحط اسمها في تاريخ النادي بحروف من نور بحروف من ذهب لأنه مش أي حد هيكون فاز بدور الأبطال أو شارك في بطولة العالم للأندية النهاء المهم جدا النهاء الأفريقي زي ما شفنا كل الأراء أنه ده بيمثل قوة نعمة مهمة جدا رسالة لكل المحيط الأفريقي والعربي والدولي أن الكرة المصرية بخير وأنه مصر رجع لمكانتها في تصدر الكرة الأفريقية عشان كده كانت فكرة إقامة المباراة في استاد برج العرب في 27 نوفمبر محل خوف ومحل قلق وأشرنا إليه هنا في ملك وكتابة الحلقة الماضية ترجمة نانسي قنقر